هل تعلم أن الله تفضل علينا بنعمة عظيمة وكنز عظيم؟ هي نعمة تدبر الكرآن الكريم نعم إخوتان لقد أكرمنا الله وتفضل علينا بنعمة عظيمة وكنز عظيم هذه النعمة فيها كل ما يحتاجه الفرد ليصبح كما يحب الله ويرضى وفيها كل ما تحتاجه الأمة للخروج من هذا النفق المظلم الذي نسير فيه الآن وفيها أي في هذه النعمة ما ينهض بالأمة من كبوتها التي طالت وطالت ماذا ننتظر؟ وقد دخلت الأمة في الغار وسقطت صخرة عظيمة فأغلقت الأبواب والكل سيصرخ وينادي هل إلى خروج من سبيل؟ إخوتان إن الدليل الذي سيقودنا للخروج موجود لكنه مهجور إن القائد الذي نبحث عنه قريب منا وسوف تنكشف الغمة وتنفرج الصخرة بالعودة إليه إنه القرآن إي وربي إنه القرآن فهل تريد لقلبك أن يحيى حياة حقيقية؟ هل تريد لقلبك السعادة والطمأنينة وراحة البال؟ هل تريد لقلبك أن يحيى حياة حقيقية؟ فلابد من تحقيق الوصال بين القلب والقرآن إخوتان إن القرآن الكريم يصلح أن يكون مشروع نهضة نهضة حقيقية فهو كالشمس يسع الجميع نعم القرآن كالشمس يسع الجميع مع الأغذي في الاعتبار أن الشمس لا تؤثر إلا في من يتعرض لها كذلك القرآن لا ينتفع بالقرآن إلا من يحسن التعرض له بحسن تلاوته بتدبر آياته بالعمل به بالتحاكم إليه بالاستشفاء به فلا ينتفع بالقرآن إلا من يحسن التعرض له بل ويزيد القرآن على شمس الدنيا بأن نوره لا يأفل وشمسه لا تغيب عن أي مكان أو أي زمان الله أكبر نور نور على مر الزمان تألق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا هذا هو القرآن مصدر عزنا فيه تبوأنا المكان الأسمق يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقة ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي وثقي بوعد الله أن يتحقق وثقي بوعد الله أن يتحقق وثقي بوعد الله أن يتحقق محكما في الحقيق وثقي بوعد الله أن يتحقق محكما في أمرنا اشتركوا في القناة